بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى ما أتسليما تنتمنى لتي شوفها الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر الناس لتي دعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب سنقول لهم شكرا جزيلا إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم سنوضع لكم واحد وصفا خاصة الناس اللي عندهم نحس والعكس والتابعة وما لقوا لها حل عاموا وخلوا تبخروا وما خلوا مداروا ولكن عندهم مشاكل أنهم ديما عندهم هذه المشكل ديال التعسير إحنا اليوماش غادي نديروا عدنا وصفة خاصة بالماء اللي غادي تحيد لي وغادي تطهر لي البدن ديالي من الداخل تنتوكل على الله ونكون على يقين وغادي نديرها ليلة الجمعة إن شاء الله غادي نشرف فيها أسبوع هاد القنينات قدري كل نهار تشربي كاس صباح وكاس العشية ولكن هاد القنينات ما كافياش غادي تزيد عليها آآ كيمية أخرى اللي تقدك مدة أسبوع غادي تشربي كاس صباح وكاس في العشية بغيتي بغيتي تحيدي النحس اللي معكس لك الزواج بغيتي تحيدي العكس اللي معثر لك على حياتك بغيتي تقدمي خطوة ولكن بدون ما عندك مشاكل عندك مشاكل ديالعكس والنحس والتأسير والتابعة تابعة لعينة اللي تتعكس بزاف الأمور تجعل الإنسان يكون مريد عيان مرهق ديما متعوب ديما أنه حاسب أنه ممرت في حياته كلها تيقول أنا ما عندي الزهر الباب اللي تقيت عليه تي تسدفجي ولكن كين باب الكريم باب الكريم اللي تيحكم الجن والإنس تيحكم كل مارد تيحكم كل توابع ولكن النية أبلغه من العمل الله قادر أن يعطيك سؤل ديالك ولكن سنتوكله على اللي خالقنا ليلة الجمعة إن شاء الله آآ ليلة الجمعة أو آآ صباح الجمعة آآ فجر الجمعة جيد أو يكون عندنا آآ أي نهار بغينا وإحنا آآ نكونوا ما عندناش آآ عادة شهرية وغادي نديرها بحب وتفاؤل إن شاء الله يجلب لي الله الحظ من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب أول حاجة أن نكون على طهارة البنت اللي بغا تديرها الوصفاح ستكون على طهارة لأنها فيها قراءة قوية آآ إنسان اللي بغا يتعب بغا يتعب خاصه يتعب على راسه باش أنه آآ يخلص راسه من التوابع الناس اللي مقارين يحطوا يديروا كأس الماء ويحطوا آآ بورتابل حطوا بورتابل ويحاولوا أنه ذاك ذاك بورتابل يقرأ على هذك الماء هاد الصغة اللي غادي نحط لكم دابا آآ أول حاجة غادي نبدو بالفاتحة فاتحة الكتاب هي آآ رقية شرعية مئة في المئة لا مناقشة فيها لأنها رقية شرعية سورة الجن سورة الجن عنقرها ثلاث مرات ثلاث مرات سورة الجن آآ سورة الصفات غادي نقرها مرة واحدة سورة الرحمن مرة واحدة المعودتين ثلاثة المرات وغادي إن شاء الله نفتف هذه القننة ونصلي على الرسول العدد اللي بغيتي انسيها غادي نقرأ على هذه القننة ونحاول أنني نبقى نشرب كاسف صباح وكاسف الأشياء لأنني على أساس أنني بغيت نطهر البدن ديالي من النحوسات من توابع من السحر من الحاجة اللي مأترة لي على الجسد ديالي إذن أنا خسني أن توكل على الله في أي ليلة بغيت من غير الجمعة أنا حطيت يوم الجمعة لأنني تنتبارك بها سنحط صباح الجمعة لأنني تنتبارك بها ولكنتم أي نهار بغيتوا كنتوا على طهرة بدأوا وصفتكم وتوكلوا على الله لأن الله هو اللي قادر أنه يوهب لكم كل شيء إذن أحبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا أنكم تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبنوا حول الله وقوته خلوا لي يا لايك باش نعرف راسي باش نزيد معكم القدام ونخدم وصفات أخرى اللي غاد يستفيدوا بها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته